اشتركوا في القناة الى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس جيرار فاندرليم مغادرة مزراوي لآيكس تصرف غير اخلاقي قال جيرار فاندرليم مساعد مدرب الويس فانخال سابقا مع فريق آيكس انه من السيء ان يغادر الدولية المغربية نصير مزراوي على الارجح فريقه آيكس في صفقة انتقال المجانية الصيف المقبل مؤكدا ان النادي يستحق ان يكفأ ماليا واضاف ان مزراوي نشأ في النادي وقدم كل شيء من اجله حتى المدرسة وهذا تطلب الكثير من المال حتى انضم الى الفريق الاول واذا غادر بهذه الطريقة لا اعتقد ان ذلك ممكن من الناحية الاخلاقية يشار الى ان كل من برشلونة وبروسيا دورتموند حسب العديد من التقارير الصعفية يخططان للتعاقد مع مزراوي في المركات الصيفية المقبل خليلوزيتش مدرب المغربية تعرض لصدمة قوية تهز الجماهير المغربية قبل مباراة الكونغو تلقى الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش صدمة قوية بعد تعرض المهاجم المغربية رايان مايي لاصابة وصفت بالبالغة رفقة نادي فرانك فاروش المجاري وصرح مدربه ان اصابة رايان التي لم يوضح طبيعتها قد تغيب عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة وهو ما يعني امكانية تغيب عن مبارتي السد امام الكونغو الديمقراطية اواخر الشهر المقبل برسم الدور الحاسم المؤهل لنهائية كأس العالم قطر 2022 وغاب رايان ماي بمعية شقيق اصامي الذي يعاني هو الاخر من اصابة خفيفة غابا عن مبارة فرقهما يوم امس السبت امام جريموت برسم الدورة الثانية والعشر من الدورة المجارية والتي انتاز بالتعادل الايجابي بهدف ويواجه خليل زيتش مشاكل كبيرة على مستوى خط هجوم الفريق الوطنية في ظل اصابة ماي والمستوى المتراجع ليصف انصيري في ظل عدم وجود بدائل تمنح هجوم اسود الاطلس الفعالية المطلوبة في انتظار ان يحسم خليل زيتش في قرار استدعائه للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي يعول عليه المغرب من اجل فك العقم الهجومي في حالة استدعائه هذا ما قاله يوسف انصيري قبل ديربي الاندلوس رغم الانتقادات بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها لاعب المنتخب الوطني المغربي ولاعب فريق اشبيليا الاسباني يوسف انصيري عاد اللاعب للحديث عن المباراة المقبلة لحزاب الجولة السادسة والعشرون من بطولة الليغة والتي ستجمع فريقه بريال بيتيس في ديربي الاندلوس على ارضية ملعب رامون سانشاز بسخوان يوم غد ورغم مستواها المتراجع مؤخرا منذ عودته من الاصابة الا ان اللاعب ابدى الرعب في المشاركة في الديربي والذي ينتظره منذ المواجهة كأس الملك على حد قولها واضاف انه يتمنى المشاركة وتسجيل الهدف والفوز بالمباراة من اجل اسعاد جماهير فرقه والتي تبدو غاضبة من ادائه رغم المستندة المستمرة من مدربه لبيتيكيا والذي يوصل اعطاء اللاعب بعد الدقائق في كل مباراة حتى يسترجع اللاعب امكانياتها التي ظهر بها في الموسم الماضي حيث كان منافسا على هداف الليجة الى اخر الدورات واضاف انصير ان على عناصر فرقه التكتل والعمل كفرق واحد من اجل تحقيق الهدف ويبدو ان مسألة دخول اللاعب المغربي كرسمي في المواجهة تبدو صعبة خاصة في دل تألق اللاعب رفامير وكذا اللاعب الجديد مارسيال والذي قدم للنادي الاندلوسي من فريق مونشستر ينايتد الانجليزية يشار الى ان فريق ايشبيليا ينافس بقوة على لقب الدور الاسباني هذا الموسم حيث يستمر في ملاحقة ريال مدريد والذي يبتعد عنه النادي الاندلوسي بفارق الست نقاط عاملنا المغاربة احسن معاملة موجة غضب مصري من المدرب العام للزمالك الذي ضرب طفلا ويداديا واجه مدحة عبدالهادي المدرب العام للزمالك المصري موجة غضب في بلادها لم تعترضه في المغرب مكان الواقع حيث كان هذا الرجل دون مستوى اخلاق الرياضيين حين اعتدى على احد اطفال الويداد جامعة الكرات حدث هذا في المباراة التي جمعت الويداد الرياضي بضيفه الزمالك المصري برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات دور ابطال افريقيا لكرة القدم وتعليقا على السلوك السيء للمدرب العام للزمالك قال الاعلامي المصري ابراهيم فايق ان هذا التصرف لا يليق به ولا يليق بنادي الزمالك لقد عاملون احسن معاملة في المغرب منذ وصول فريقنا الى هناك عاملون احسن معاملة في المغرب وليد الرقراجي لم ارى في حياتي مثل جماهير الويداد عبر وليد الرقراجي مدرب الويداد الرياضي عن انبهاره من الشكل الذي ظهرت به جماهير الويداد في مباراة الزمالك المصري امس السبت مشيرا في الوقت ذاته الى الضور الكبير الذي لعبته في تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز وقال الرقراجي في الندو الصعفي التي عقبت اللقاء شكرا لجماهير الويداد على مسندتها لنا طيلة المباراة وكما اشرت في السابق فانتداب الموسم هو عودة الجمهور واضاف اليوم فهمت كيف تويج الويداد بلقب عصبة الابطال سنة 2017 ومع هذا الكم من التشجيعات والانصار بامكانك الفوز باي لقاء عندما يكون الويداد هو المضيف وشدد لم ارى في حياتي مثل جماهير الويداد رغم لاعبي في اسبانيا ورفقة المنتخب الوطني لكن الاجواء التي صنعها المشجعون كانت غير عادية واتم استقبلنا هدفا في بداية اللقاء لكن الجماهير امنت بنا ولم تكف عن التشجيع والفوز كان لصالحهم ولصالح اللاعبين شافي هرنانديز علينا اتبات اننا نتحسن امام بيلباو في الليغة الاسبانيا اوضحت شافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونا ان على فريقه تأكيد تحسن خلال الاوينات الاخيرة امام اتليتيك بيلباو اليوم الاحد على ملعب الكامب نودي من الجولة السادسة والعشرون من الليغة وذلك بعد فوزيه الكبيرين خارج قواعده على فالانسيا في الليغة وعلى نابول الايطالي في الدورة الاوربية وقالت شافي خلال المؤتمر السعو في عشية المباراة اتليتيك كان اخر فريق انتصر علينا لديه مباراة في الكأس يوم الاربع امام فالانسيا في اياب نصف نهائية اعتقد انها الاهم بالنسبة لهم في الموسم نريد تعزيز موقفنا وثقتنا بانفسنا الفريق مختلف الان عن الذي واجه بالباو في يناير الماضي في سالما مايس كما شدد مدرب البلوغرانا على ان فريقه بات اكثر ديناميكية وثقة اللاعبين بانفسهم زادت ولكنه اشار ايضا الى ضرورة اظهار هذا الامر في المباراة واضفت شافي انه يجب تحسين الفريق في اوجه عديدة متفقدان بعض الكرات بشكل غير ضروري وابدأ اسطورة النادي سابقا ساعدته بالعودة المحتملة في مباراة الاحد للتنائي الفرنسي كلمان لونغلي والهولندي منفز ديباي بعد شفائهما من اصابتهما وقال في هذا الصدد لونغلي وديباي باتا جاهزين ويتدرب بشكل جيد وسينضمان لقائمة الفريق اذا لم تحدد اي مشكلة واختتمت شافي تصريحاته بالتأكيد على احترامه للفريق الباسكية ولمدربه مارسيليانو غارسيا تورالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة